باللي تفهمها باللي يعني انت تفهمها بس بدون حركات الجمعة والخميس لو سمحت وين الواحد يروح يجي يشتري جواري جواري ما في جواري انتو ايتوا عليك لكان الله سبحانه وتعالى بيقول فواحدة وما ملكة ايمانكم وين روح يجيب من بطيين ملكة ايمانكم ملكة ايمانكم مو معناتها انه تفسيرها جواري لا حبيبي ملكة ايمانكم انه انا انجبر انه اسوي شيء مثلا اكون تعبانا اضطر اني روح للدكتور مثلا هذه اجباري يعني اجباري عرفت كيف كيف ما عليك مرة ثانية شو بتقولين انت مرة ثانية مصقر اشفحي هذا الموضوع مرة ثانية قولي الاية لو سمحت من اولها قولي الاية من اولها خليني استوعبها انت عاملة فيها مفسرة وما حافظة الاية وما بتعرفي انتو استكلمين الهداكلة تطلبين الكلام مرة ثانية دخل الطبيب انك انت تعبين انت انا ما اقدر كذا امصقر انت خليك في موضوع واحد لو سمحت لا تقعد تتنقذ لي شرق وغرب ليش تصرخين علي امصقر لانك انت انسان لعوب لعوب الله يعين زوجتي كوخ غلا زوجتي بتموت فيها ولولا انو انا موت فيها ولولا اني انا موت فيها كنت الان اتزوجت يعني ثلاث نسوان اخريات انتو ما شاء الله اصلا تموتون ولا ما تموتون من الزوجين من الزوجين والله انا عن نفسي بموت في النسوان الحمدلله طبعا واكوا احلى من النسوان اوخ يا ربي ايه البوشي قايت ساوي فالفكرة يا امصقر الفكرة هو الشغلة الجيدة اللي في الشرق انو شنو انو هو خلى المرأة يعني جالسة هكذا في البيت والواحد يقدر يتزوج عليها اثنين وثلاثة واربعة وبعدين كمان يسمحوا انو يروح يروح يجيب نسوان من يشتري نسوان وينام معاهم طيب ممكن ممكن بغض النظر بغض النظر انو هو يقهر الموضوع احيانا عند المرأة بس ترى لو افكرت فيها ترى صح يعني خلي روح خلي روح يتزوج واحدة وثنتين وثلاثة واربعة وبعد لو بدي خمسة احسن يا والله يا ريكو كان حلل لنا خمسة ما ينضج رجولتها الا لما يتزوج تعرف والله افارم عليك والله انا عن نفسي ما نضجت رجوليا الى يوم تزوج وكل ما بتزوج واحدة بانضج اكثر بتحسين انو اذول النسوان بياثروا كثير فينا احنا الرياجي تعرفين يوم الصقر اي 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 اكيد بس ما ادري يعني هما بيتسببوا احنا ننضوج واحنا نتسبب انهم هما يصغروا في العقد مو يجري بالله عليك من الفيديو من السعودية المصقر انت يستطبي من الفيديو من الفيديو سعودية و بس يا ربس من وين من اي المناطق. اهمك. طبعا كثير. اوكي ما رح اقول لك احسن. راح تخليني ما انام بالأيام والليالي لا. اخ يا ربي بس. خلاص اغير الموضوع. طيب خلاص. انت متزوجة يوم انصقر. ايو الحمدلله. لا. حقيقي. حقيقي. اه يا انصقر. فجعتيني يا بنت الحلال. ما انت مفجوع اصلا ليش افجعك. انت منفجوع خلقه. طيب خلاص غيرك. غلينا نغير السالفة. شكل زوجتي اختربت مرة ثانية. اخ يا ربي احنا ما ادري انت كم عمرك يا ام صقر. هذا الجدال او ايش يعني انا بتوظف لو سمحت عندك وظيفة. لا مو انت سألتيني عن برجي. هل انا سألت قلت لي اجتساليني عن برجي. انا انا قلت لي ايش برجك فقط. ما قلت ايش انت متزوج عندك عيال. جدا يا بنت الحلال. مش احنا اخوة في الدين. كم عمرك. مش احنا اخوة في الاسلام. ايش. مش احنا اخوة في الاسلام. اه ما شاء الله انت مسلم. طبعا مسلم. طبعا ممتاز. بس اذا قلبوش ترى ملحد هذا ديري بالك منه. لا دير بالي منك ترى مو من قلبوش ترى قلبوش اعرفني تزيم بس انت المشكلة. والله انا كل النسوان بتقول انا لازم ادير بالي منك. ما ادري ليش. دير بالك مني. لا بيقولوا احنا لازم يعني النسوان يديروا بالهم مني. ما ادري ليش. اه ما ادري. انا سراحة لازم ادير بالي بقوة. يعني بسراحة. اوكي. رغم انه انا بشوف انه انا انسان لطيف ما بأذي حدا. ايوة بس اثناء الحوار لا حط اشياء يعني. بس يلا اوكي. ده هاي اشياء محبة اخوية ما ما في ما في مشكلة يعني. اخ يا ربي. ما قلتي ليهم صقر كم كان عمرك. كان عمري اه سبع سنوات. زمان يعني. استغفر الله. يا ام صقر ليه اشيك يا بت الحلقة. انت تقول كان كم كان عمرك. يعني اقصد كم كان يعني لما قلتي لقبلك يعني لسيته. وشو? لما قلتي عمرك. اه ما قلت عمري اصلا انت. اه ها اذا قوليها الان. لا لا ما اقول ايش تبي في عمري انت قاعد جادلني ولا قاعد. طيب. يا اخي بدك تتكلمي يوم يوم الصقر. ما ادري. انتو تكلم وما ادريش عن اي ايوة ايوة بقول شي يعني انت مو ملحد صح? ده اعوذ بالله. اه على اي اساس يا استاذ قلبوش طلعتني مع انا عرف انه ملحد. او والله انا مو ملحد. لا والله والله العظيم انك والله فيك. والله اه يعني حاجة يعني ترجعك. شوف انا انصحك بالحنة. تعرف الحنة? ايه ما بحب ريحتها. والله جنن شوف. انا انصحك فيها والله العظيم. اه. والله انا حتى زوجتي لما احيانا بتحط هذه الحنة وهذه يعني انا اقول لها يا ابت الحلال لا تحطيها وكذا. وهي بتحبها. بس انا ما بحب ريحتها. اه اكيد ان عقليتها اذكى منك. اتوقع. لانها بتحط حنة. طبعا اذكى مني. لو هي ما اذكى مني ما اخذتني. طيب اوكي. ممتازة. ممتازة. لا شوف انا صحكي على انه انت عندك في عين صنوبرية في الراس. بس تحط الحنة بيشتغل مخك. اوكي. شو شو موجود في الراس. انا كنت احتاج لك شوية التعديلات فقط. قولي لي شو التعديلات اللي يعجبك. ايش. شو نوعية التعديلات اللي يعجبك. لا لا ما كيفك هذه تعديلات تخصك انت ما تخصني انا. بس التعديلات اللي انا بتخصني انا يهمني رأي زوجتي. والزوجتي بالتعديلات اللي انا بعملها هي بعجبته هيج. اوكي ممتاز. اذا اتي عندك اقتراحات اخرى وتعجبين بتعديلات معينة ايا ممكن اشوف اذا هذه الامكان. لا لا انا بس انصحك ايش اللي مغربية. انا انصحك انك تحط الحنة ممكن. لا والله ما بطيق ريحتها يعني. ثم انا رجال لحيتي بيضة وشعري ابيض يعني بحب البياض هذا نور يعني تعرف وقار. ما بتسمعين ناظم الغزالي يقول. ما بتسمعين. ما بتسمعين ناظم الغزالي يقول عيارتني بالشيبي وهو وقارو. وليتها عيارتني بما هو عارو. ايه قبل شوية شكتها بسوق الجمعة الوقار. ايه موانا دارس شريعة ودارس اغاني همينا. اهام. ما بتختلف كثير. اغاني العراقية كلها حزينة. لا انا ما بحب الاغاني العراقية بحب الاغاني السعودية. اهام. حالو. ما حب الشيلات. بس. اهام. ايه طابعا. وبحب احب محمد عبداء. وبحب الاغاني اللي بتقول الشوك شدة شعاري. اهام. شوك شدة شعاري. اوكي. ايه. خلا في قلبي ناري. اهام. تمان بحب ابو جركل اذا تعرفي. اهام. بس ما بحب شواربة. مو لازم. يفزع شوارة. انت بتتزوجة ولا تحب. لا يعني الشكل بيفزعك انه تجاي من من الكهوس. اه. اه. اخ يا ربي. شبيك? اخ يا ربي استغفر الله. اه لا ما بيني الشي عادي. وصقر وينه يعني صقر صقر وينه اشتبه في ولا نسلم عليه عشان يتعود علينا اه يتعود عليك قلبي انا ادير بالي ترى انا قلبي خفيف ترى لما تكلميني باية طريقة ترى ماكو عندي يعني خلاص خلاص طرفا بقلبي الله يرضى عليك خلاص معليش انا ترى الكلمات ذي دايما بالثاني اوكي والله كلمات زي العسل يوم صقر فمعليش الله والله يا ريت لو كل النسوان مثلك يسعدك ربي ايش انقلب الموضوع ما شاء الله لا ما شا سوي لك انتي ما كان بديك تتكلمين في الدين فقلنا لا 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 شوف يعني انا شوف انا بقول شيء اوكي انا بقول نقطة مهمة شوف انا انا مسلمة اوكي انا احمد الله اني انا مسلمة وانه انا اقيم اقيم يعني في امور اقيم فيها اوكي تعتبر صالحة فانا في كل حالاتي ديني يأمرني بان افعل الصالحات فانا مو خسرانة شيء حتى لو ما في الله من خسرانة شيء بالنسبة لكم يعني بالنسبة لتفكيركم انا مو خسرانة المشكلة لانه انا خويت اشياء صالحة لكن المشكلة لما انت تجي وتلقى يوم القيامة ايش راح تسوي وقتها انا عن نفسي راح تسوي حواجبي شا تسوي ايوة تسوي حواجبي طبعا لك انا اروح للجنة بدون ما اضبط حواجبي والله يشوف والله الله ارحم فيك مبنى الله وانا عندي تفاؤل بالله انو الله رحيم جدا جدا اكيد راح يدخل لكن كيف راح يدخلني الجنة اذا مرحيم ان شاء الله يدخلك الجنة اكيد راح يدخلني الجنة يعني انت لا تعتقد انو كل واحد في الحياة انو يعبد او يعني يسوي اشياء احيانا يسوي اشياء يعني ممكن ادخل النار هو يعني في النهاية انا ما بدي ادخل النار صراحة انا عن نفسي اقول لك شغلة يعني بصراحة شديدة انا ما عندي ادخل النار حتى لو سألوني وكذا ما راح ادخل النار تمام ايش راح تدخل اجر الجنة اكيد راح ادخل الجنة واخذ هكذا مكان هكذا راح اعمل فيها يعني بيت ومزرعة ودنيا ما شاء الله ما يحتاج تسوي مزرعة ما يحتاج تسوي لو يقول لي والله مسلم اقسم بالله والله العظيم مسلم لكن كيف ادخل الجنة اذا مو مسلم انت 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 مسلم الجنة الجنة ربنا حرمها على الكافرين يا مصدر انت منظرك اسلامي لكن الداخلي كله متشوه بالحادر يعني انتو لا تحسبوا نفسكم انكم خلاص احنا متعلمين ومثقفين وصلنا القمر يا ام صقر حبيب انا متى اكون مؤمنة في هذا الشيء ام صقر 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 اذا انا مو مسلم يعني مثلا هذا قلبوش مو مسلم عرفت كيف هذا ملحد اخونا قلبوش بيقول انا ملحد كافر بالله يا خلاص هذا دين وعقيدته هو يتحمل اللي يصير اليوم القيامة انا عن نفسي مسلم وهذا معانا الدكتور خالد كمان اخونا واستاذنا وشيخنا يعني مسلم يعني دارس الشريعة الاسلامية مثلي عرفت كيف قضينا حياتنا كلها ندرس الشريعة الاسلامية فبالتالي احنا مو بس مسلمين احنا اصلا رح ندخل الجنة انتو درستوا التعاليم الاسلامية ايه لكن انتو تدبرتوا لا ما في تدبر انتو قاعدين تاخدون اشياء قديمة فقاعدين تمشون عليها انتو ما تدبرتوا اصلا انتو قاعدين تمشون على اشياء خلييني ساكتوا احسن ليش؟ ليش انت بحس اني اني عندي عدوانية يوم صغر اني عندي عدوانية؟ اه يعني بتكفريني الان وبتكفرين الناس وبتدخلين النار وبتفكرين عني او ما كفرتك؟ يا ظلم يا ظلم انا كفرتك؟ انا قلت لك انك انت كافر؟ اه يعني انت تعتبريني مسلم صح؟ انا اعتبرك انسان عند الله ما ادري انا ما اقدر اجي اقول الله انا انت كافر ولا مسلم طب انت عن نفسك ما تعتبرين نفسك مسلمة؟ يمكن انا اكون مسلمة بس يمكن ما ادخل الجنة مو شرطي يعني اني ادخل الجنة انا عن نفسي مسلم وراح ادخل الجنة بس انا عن نفسي ما راح ادخل الجنة ويا بعض الصحابة راح اريد اكون في مكان ثاني ما بدي اكون وياهم يعني الصحابة ميتين عنك يشوفونك يعني يعني مثل خالد ابن الوليد انا ما اريد اكون وياه لا ما شاء الله وبعدين هو ينتظر ما ما اقبل يعني انا خالد ابن الوليد حت رجل عرجل انت覚ي ああ استاذ محمد تجي تدخل الجنة استغفر الله ايش هاد بس انا ما اقبل ما اقبل اكون הקامات الجنة كبيرة فأنا انا الدياري رuu الحالد ابن الوليد لا يقبل لانه خالد شجاع انت تجي عند خالد ابن الوليد انت تجي عند خالد ابن الوليد أنا ما أريد أسكن عنده لأنه هو رجال عريف ويقتل في الناس وعصبي هو يعني بلوته بلوة فأنا ما أريد أسكن عنده إذا أنت بتتلم معي بالشخصيات بالطريقة هذه أنا ما رح أسمح لك تسمع ولا لا غير الموضوع شو ما رح تسمحي لي كيف ما رح أسمح لك تتكلم في الشخصيات؟ شو ما رح أسمح لك تتكلم عنهم؟ ليش؟ لأنه هذه الشخصيات أنا أحبها يعني أنت أي شخص أنت بتحبيها خلاص يحرم على البشر ويتكلموا فيه؟ تعرف لما أحد يتكلم على زوجتك ولا عيالك ولا أمك ولا أبوك تعرف؟ تعرف القفر اللي فيك ترى أنا ما أسمح لك تتكلم هذا ديني يعني أنت جاي جاي تخبص وتلبص يعني على كيفك؟ احترم الحوار طيب هاي تخبص عرفها شو معنى تلبص؟ تلبص فهمها عاد دور دورها في جوجل اشتخني أنا مو أنت اللي استخدمتيها؟ إن شاء الله يلبصونك يعني أنا بحسك أنك عصبية كثير يعني يا مصقر صراحي بشعر أنك عصبية و يعني خليتيني أصرف نظر عن بعض القطط في راسي صراحي الحمد لله شو الحمد لله شو الحمد لله شو الحمد لله أنا أعتقد أني مصقر أنه أنه ممكن أن أخلص الغداء وأرجع لك وين؟ شو بالله عليك؟ شو طبق دي اليوم؟ مصقر شو الغداء اليوم؟ مصقر؟ لا، في حدا حدا عم تحكيك مم، مصقر ميت؟ شو الغداء؟ لا، في حدا اليوم؟ والله جوعنا أنا واحد لناس مصقري درجاتي يوم مش عارف شو بدي أريدك أريدك تقولي لي شو طبختي لأنه أنا في أكلات ما بحبها صراحة طبخت طبخت رز أوكي بس اكتشفت أنه ما في رز شو ثوري الرز مع شنو؟ لا، أنت بس شوف شوف هي طبخت رز و اكتشفت أنه ما في رز هي بقى طبخت و اكتشفت بعضها طبخت اكتشفت يمكن تكون سلقة المي يعني حطت المي في كذا ولكن شو شنو أم صقر أم صقر عزيزي شنو العروز مع شنو عملتين؟ مع مفتح كبير تعيق المفتح؟ شنو هي الأكلة؟ أسأل أهل الإختصاص يعلمونك شنو عمل مفتح اللي أنا بحطها الحين بحطها شنو هي المفتح يا صباية صباية، 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 تعريه شنو مفتح بالله عليكم من اللي في الكوميت يعرفي يقولنا موقش؟ إيش بيك؟ إيش لاش بخي لهيك؟ قلنا شنو الأكلة؟ لحم غزم ترخول يا أم صقر هر رزيز؟ أنا بحط لحم غيب أنا مش لها أم صقر يا عزيزي أنا أريد أقول لك من الآن ولأول الشرط آخر نور عرفتك كيف؟ أنا ما أريد أكثر من اللحم أكثر شيء يكون دجاج وسمك أوكي؟ ممكن تروح الديب لي رزي أحسن لك؟ لا خلاص أنا الآن أروح أقضيها ببيضتين وخلاص أسلق أقليلي ببيضتين وأكلها يعني ما يحتاج بس أنا أريد أقول لك يعني بصراحة شديدة يعني اللحم الغنم مو جيد كثير فبالتالي الأكل المفروض يكون السمك والدجاج أكثر شيء اللحم الحمراء اللحم الحمراء الواحد يحاول يفتعد عنها قدر الإمكان ولديك تحطين هذه الأمور في اعتباراتك يعني من الآن فصاعدة يمكنك أن تسكوط ولا يمكنك تسكوط ؟ تشوفه ايش بعد يشوه يشوه لابنك انا بسمع اللي ما يعرف الصقر يشوي اذا مسكوا ابنك يعني لعم الصقر يا اخي ما ادري من اللي قيل لهم انه انا حق الزواج اصلا اعوذ بالله شنو انت اصلا متزوجة مين قل لك تبع زواج انت انت متزوجة صح لا انا عانس واحدة عانس رايح عمري مطلقة عمري اشتبي في عمري خير ان شاء الله يا اخي اشتبي في عمري لانه في بلدان ام صقر خلنا اقول لك في بلدان المرأة اتعنس من عشرين سنة في بلدان من ثلاثين سنة هنا عندنا مثلا في هذا البلد اللي انا فيه المرأة بتشوفه عمري خمسين سنة بتقول يا والله يعني بدأت تفكر بالزواج يعني عرف شو حسن انت عمري اش قادي يعني اش تلك اش درعت انت اذا النصيب تبعك ولا تبع الله سبحانه وتعالى تبعي انا الله خيرني في نصيبي يا حبيبي اعمالاش إلا الله خيرني في نصيبه لا غضب يا مصيد هذا هو الصح مصيد شو رايك نعمل تصويت على عمرك تعطينا ثلاث عمر من بينهم عمرك تل ما ونعمل تصويت ونشوف إذا الجمهور رح يعرف عمرك ولا لا تمام يا سلام عطيني ثلاث عمر مثلا 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 واحد وخمسين نين وستين واربع صحيح عرفت كيف فأنا بحطه ولا هل مجموعة بصويته أنا ما أعتقد أنا ما أعتقد المصقر واصلة لخمسة واربعين طيب مش هلس ما عطيني ثلاث عمرك هلأ عمرك يحن نشفنا رح وقت في التصويت رح أعمل تصويت جديد ها كمان لتصويت على عمرك عمر فديت عمرك والله أمسجر يلا أول خيار أول خيار كم أول خيار أنتو شفيك وخلاص ما رح أقول عمري والله لو تنقذوا للسماء وترجعوا ما رح أقوله عطيني ثلاث خيارات وواحد منهم مصبوط يلا أول خيار قديش يا سلام أقول لك ما رح أقول لك شفيك لك خضيني ثلاث خيارات أنتو شو بدك طيب عمري عشرين سنة أو سمع أو خمس وثلاثين سنة أو أربعين سنة ثلاثين ثلاثين خمس وثلاثين إضافة أخيرة أربعين سنة ونطرقه بألواني أو ساقر شو حكم اللي بيكذب في الإسلام مدة اللي في اسمه خم دقائق خم دقائق خم دقائق شو حكم اللي بيكذب في الإسلام ما تلك التصويت اضغطوا على التصويت وعطوني رقا حطوا رقا صوتوا يغض ما قلت ينسجد شو حكم اللي بيكذب في الإسلام على فكرة ما رح أقول عمري أنا قلت خلاص لا لا أنا أقول لك شو حكم اللي بيكذب في الإسلام يعني شو حكمه يعني أنت دارس ما شاء الله عليك يعني ما يحتاج أقول لك حكمه في الإسلام حسب رأيك يعني أنا أعرف أنه حرام يعني أكيد آبت شو حكمه ما أدري أوكي هالك التصويت لحد هالك شغال أربعين بالمئة لعمر بالمئة أفضل بانطعش بالمئة لعمر الأربعين ثلاثة وخمسين بالمئة لعمر الخمسة وثلاثين وفي ناس ثمانة وعشرين بالمئة هذور يا عمر العشرين صوتوا يا شباب صوتوا أهم شيء تصويت مهم وشي دويش للتصويت تصويت ما تكتبوا لي أرقام كيفوا تصويت كيف يسعوا التصويت تصويت هل ممكن للملحد أن يدخل الجنة؟ إذا كان كيف يعني كيف يعني شوف إذا تبغاها مني أنا شخصيا ما أدري إش دراني أنا شايفني رب العالمين والله يا عريت لو تكوني رب العالمين استغفر ربك إش الكلام ذا؟ أين المشكلة؟ بدأ خلين الناس كلها للجنة ربي أرحم مني شفيك ربي خلقني أرحم مني أنت بتحبين تحرقين حدا؟ يمكن يكون تهديد فقط أو مؤكيد أنه ما يدخلون للنار إلا العصات يعني ما هي واحد تخيل تخيل واحد بس ما تحرقين ليش أنه قلبك طيب لا أحرق أحرق واحد واحد والله في الحياة قاعد يتكلم علي ويهزيني ويقول ما في الله ويتكلم علي يعني أنت ما رح تسمح ما رح تسمح في النهاية أكيد أنك بتأصل مراحل أنه إيوة ممكن تنتقم يعني رب العالمين كان بينتقم للناس؟ ما رح يطول ما ينتقم طب هم اللي متعرضين في الكلام يعني مثل واحد مثل حالاتك يجي يتكلم حسنا يقول كلام غير لائق يعني كيف أنا بتحمله يعني رب العالمين ما بتحملني؟ أنا ما رح تحمله أكيد بيجي يوم بوري بقولها هذا أنا الله أوريك بس يعني شو بوريني مثلا بوريني عضلاته؟ بعدين احترم ألفاظك لا تتكلم على الله ما اسمح لك ليش ما هو شنو يعني مشاعره بتنجرح مثلا؟ أي أنا أنجرح ما هو أنا أنجرح هو ظنية عنه عنك هو ظنية عنه عنك حسنا 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 يعني تواجهك؟ طبعا أكيد بحاشتي لو مو بحاشتي ما يطلب مني شغلات أنا رح يسويها بنفسك والله تعقب مو بحاشتك علشان كده الله خيرك في الدين دائما بيطلب مني فلوس تعرفين قد يشطالب مني فلوس لحد الآن؟ أنا ما قلوم الله عز وجل لو قال في الآيات وما أشهدتهم خلق السماوات والأرض وما أشهدتهم خلق أنفسهم وما كنتم أتخذ المضلين عبدا من هم المضلين؟ يا هارسو دخصت الآيات يا مصقر المضلين من هم؟ دمرت الآيات من هم المضلين؟ المضلين من هم؟ مضلين شو شو بتقولي؟ عسابة تبغل الله يشيلك وحطك يوليك ميلا حاطي مضل فطرة يا حضرة المستشعر يا حضرة المصقر الكلام اللي بتقولي كله غلط أنت الآن بهدلتي آيات القرآن بهاي القراءة اللي عملتيها غيرت المعنى كليا قرآني وبكيفش دخلك أنت أقوله بالمعنى أنا أمينة عندي قرآن بالبيت عندي خمسة أمينة مو واحد هذا لو فيك عقل قرأت زي الناس فتحت مخك أم صقر أم صقر أم صقر نسبة العليا لعمرك خمسة وثلاثين بالمئة 53 بالمئة قالوا أن عمرك خمسة وثلاثين سنة أنا أشوفهم صقر أنت كثير عصبية ما بتخلينا حدا يتكلم اتكلم ترك لك المايك اليوم بكرا الصبح زين تكلم لا أريدك تتركين المايك أريدك تكونين هادية ولطيفة معي مثل ما أنا هادية ولطيف معك لا والله كل الأمور هذه خاصة هاي الأمور يا مصقر لازم تجي بالتفاهم مو بالعراق لا يعني شوف تخيل إنسان قاعد يسبب أهلك وبيتك لا 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 أنا أعتبر لا شنو أغلى من أهلي هذا الشيء يعني الله سبحانه وتعالى هو أبوكي أو أمك أو أغلى أو أغلى طيب هو يعني لشيء كثير أنت شدخل إش دخلك تسبب قدامي ما أسبب أعوبي بالله أستغفر الله عزيزتي أنا ما أسبب الله كل هذا وما سببته ما أسببه والله ما أسببه أبدا والله أنك سببته وقلت أسببك والله ما أسببه صقر صار الغدل وما صار وعمرا ما يصير شنو شنو طبختي تمن ماكو شنو سويت برغل سويت برغل أم صقر عزيزتي الفكرة الفكرة أنا أريد أقول لك شغلة عزيزتي بس لو تفهمين عليها هاي السؤال في لابد أن أنا يعني لما نتكلم نتكلم فيها بهداوة بلطف بمحبة ثم أنا ما سببت الله أنا أقول لك أنه أنت قلبك يعني أحن وأكبر من قلب الله سبحانه وتعالى هو بيحب يحرق الناس وبينتقن منهم والله أنك تعقل ويش اللي قلب يا قلبي يا احترم نفسك لا تخليني شريك مع الله ايش اللي يقلب يعني أنت مش قلبك يعني أنت قلبك كبير الله سبحانه وتعالى ما عنده قلب جيدك؟ احترم نفسك أقول لك لا تتكلم على ربي بكذا ايش أقول لنا عشان أرضيكي؟ لا ترضيني أنا ما أبغى أرضاك أصلا من قل لك أني يعني قاعدة مو الرضاية أنا 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 أريد أرضيكي يعني ما هذي شا سوي لك يعني تحترم نفسك تتكلم بالمنطق تكلم بالمنطق مكي؟ اقول لكي أتتكلم بالمنطق ممصقر أعزيزتي لك ما تتكلم خليني أقول لك كيف المنطق؟ هذا علم؟ هذا تسميعه علم؟ يعني خليني أقول لك كيف المنطق؟ المنطق أنه أنت يعني ممكن تهددين بس ما تنافذين الوعيد ليش؟ لأنه طيبة أو لطيفة أو حنونة أو مسامحة بس رب… الله سبحانه وتعالى بيعذب الناس وبيقتلهم وبيشويهم إذن أنت من الناحية الرحمن أنت أرحم من الله سبحانه وتعالى لا الله أرحم مني ورح يجي اليوم اللي يذكرك فيه كيف يعني تذكريني فيه أذكرك ذات اليوم رح تكونين بنفس المنطقة اللي أنا رح أكون فيها في الجنة والله الله أعلم أنا أريد أن أسألك سؤال يا أم صقر بالله عليك السؤال دائما بيحيرني يعني مثلا أنت تعرفين أن الشرع عمل قيوده بين الرجال والنساء وهذه الأمور ولكن مثلا لو أنا وأنت دخلنا الجنة هل عادي مثلا أني أعزمك على مثلا فنجان قهوة وكذا عزومة أخوية عشان فكرك ما يروح بعيد يعني أنت تستهبل صح؟ لا والله ما بيستهبل لا الصدق أنت قاعد يعني تقولي الكلام يعني الصدق يعني يعني كيف الجنة يعني أنت رح تكونين مثل أختي في الجنة صح لو لا مثل أختك أنت إيش دراني أنا زي أختك ولا زي بنت جيرانكم يا أخي أنت إيش دراني حتى لو مثل بن جيراني على الأين والرأس أنا عام لك لك الأخي في النهاية في النهاية أنا مو خسران شي من ديني نهائيا أنا إنسان أعمل في الحاجة والله قلبوت هو الوحيد اللي خسران في هذه الليلة الخسران هو أنت لا أنا أنا ما بخصل إنو أنا مسلم راح أدخل الجنة قاعد يلعب كمان وصديق صديقك ذاب وقبوعة هو اللي خسران تدري ليش لأنه أنا أنا صديقي هذا صديقي هذا راح أتفعل ودخل الجنة بالواسطة أنا ما عندي مشكلة إذا لقيت الله المشكلة فيك وأنا هامي أنا ما عندي مشكلة بس بالعكل سأنا أتمنى أن يهلقى الله سبحانه وتعالى في المنطق اللي إنت فيها والله أحفر جميعا هدوء 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 مصقر بينك وبين محمد قلبوش لا تجي نصوبة أوكي أنا الثاني ما في أطول من ما لتشغل فيه بينك وبين أستاذ محمد شنين شنين أمصقر أنا الآن أريد أسألك سؤال سؤالي لا زال قايم لو أنا التقيت بك بالجنة هل عادي أني أعزمك على مثلا كافيتيريا قهوة عصير آيس كريم غدوة عشوة تعرف أنه لأنه أنت ممستوع بالجنة لذلك أنت قاعد تقول أشياء تافهة أوكي زي أمنياتك في الحياة أنت قاعد تقول أعزمك يعني قاعد تستهبل أنت أول شي في الكلام بعدين في الجنة يعني أنا ما بيتكلم لأنك أنت أذكى مني وأفهم مني في الكلام اللي راح أقوله بس إيش اللي تعالي أنت قهوة يعني أنت في الجنة يعني عند رب العالمين إيش راح تبغى في الحياة أصلا إيش راح تبغى في الناس أصلا لدي العلاقات الاجتماعية أهلي وناسي وأحبائي وأصدقائي هروح أخلك عند حلك وناسك هدا إذا شفتهم إيا إن شاء الله يا أكيد راح أكتوكم في الجنة وأكيد راح وبعدين راح أتعرف عليك هناك في الجنة وأقول لك هاي مصقرة تذكريني أنا محمد صالح لما كنا عند قلبوش نعم أقول لك هاي مصقرة ترى أنا محمد صالح اللي كنا عند قلبوش في التيك توك ممكن أعزمك على يعني قهوة وكيكا وكذا وكتها يا قلبي أنا ما عرفك أصلا أنا ما عرفتك في الدنيا عشان أعرفك بالآخرة مؤلجانة فيها فيها خاصية فيها يعني أي شغلة الواحد يشتهيها يتصير له صح أو لا والله الحمد لله أنك جاوبت على نفسك شفتي إذا أنا راح أشتهي أنا راح أشتهي إني ألتقي بيك وأشرب معاك القهوة وأنت ما تقدرين تقولين لا تعرفين ليش لأنه هذا يعني من حقوقي أنه أنا الله سبحانه وتعالى يلبي لي كل الرغبات اللي عندي وأنت إش دراك يعني وقتها راح تكون والله مش تهي الحاجة الفنانية ولا مش تهي إنت إش دراك يعني هذا أنا أنت عقلك عقلك مقفل خلاص أنت عقلك في الحياة في الأرض ما راح تستوعب مدى وجودك في الجنة كيف راح يكون أنا في الجنة راح أجي أقول لك شو راح عامي يعني معقولة معقولة أنا قاعدة في الجنة وأفكر أنا بتزوج جزاجي أو بيطلقني أو شفت فكرك راح بعيد أنا أصلا ما بفكر فيك كلاحظة لا أمسقر لا 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 غلط فهمتيني غلط أنا لازم أبرلم لا 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 ما فهمتك غلط أنا ما بفكر فيك كزوجة أنا ما فكرت أنا ما فكرت زوجة إيش شو بتقولين أنت أنا لأنا قل لك أنا لما أتقي بيك بالجنة كأي صديقة هناك وعلى فكرة أريد أقول لي شغلة ترى أنا الشكل راح يتغير في الجنة يعني حتى الوضع وكذا ويمكن حتى ما يكون عندي لحية وشوارب يعني فإذا هذا يعني أريدك تكونين فهم هذه النقطة بس النقطة الأساسية يا أمسقر أنه يوم ما راح نلتقي في الجنة أنت ما عندك اختيار أنا مباشرة راح أشتهي أنه أنا ألتقي بيك ونشرب قهوة أنت فجأة راح تلاقي نفسك أنت جالسة معايا بالكافيتيريا والقهوة قدامك وأنا جالس قدامك وجالسين أقول لك تتذكريني أو مش صقر ترى كيف كنا في الدنيا وكذا زي ما تتذكر أنت أحيانا لما تكون نايم في فراشك وتحلم تعرف كيف تحلم وأكثر راح يكون حالك بس أنت مداخلة الموضوع الجنة دع تسمحوا لي أنا ممكن أنا راح أنزل لكن أبغى أقول شيء أنه موضوع ممكن يفيدك موضوع ممكن يفيدك يفيدني يفيدني بالإلحان لا بالعكس الموضوع مو أنا لست يعني مو ملحد إحنا طلعنا غلطانين الإحنا المسلمين طلعنا غلطانين بموضوع الجنة طبعا من رحصة الموجودين volunteered هنا هنا في المداخلة طلعنا غلطانين بموضوع الجنة لأنه بفي كل بساطة Küför رب العالمين طلع اذكا من عندنا وموضوع اللي انذكره بالجنة هو مجرد اشياء رمزية الجنة الحقيقية عند رب العالمين هي مجموعة من الكراسية لح نقعد بيها احنا اللي نروح بالجنة مجرد ساحة كبيرة وبها كراسية نقعد ورب العالمين رح ينطينا الحباية السحرية هاي الحباية السحرية لانه بكل بساطة سعادة الانسان تدخل من خمس من خمس حواس مدركات الانسان من تفكير ومن سعادة تأتي عن طريق خمس حواس اللي هي الشم والرؤية والسمع والنظر واللمس فهو يقدر يخلق بدل ما يخلق الجنة بطولها وعرضها وهذا عمل متعب بالنسبة لرب العالمين يقدر ينطينا حباية معينة نقعد بكراسي ناخد هاي الحباية تخلينا نعيش وكأنما احنا بالجنة يعني هو بالنسبة للخالق هو محتاج يسوي الجنة هي مجرد انه حباية ممكن يؤمر انه تجينا هاي الحواس يؤمر انه هاي الإشارات العصابية تتولد بأجساب نفس صورة بدون ما نكون احنا بالجنة فاحنا نعيش الجنة فقط في أدمغتنا مو بالواقع الحال وهذا الشي يحاولون يسوي البشر حاليا عندما يتعاطون المخدرات هي تحاول انه تطيهم السعادة اللي هي مجرد تتولد السعادة في أدمغتهم السعادة في السعادة هي والتلدد هو فقط في دماغ الإنسان خارج دماغ الإنسان هي مجرد ذرات ذرات بها باتر معينة فرب العالمين ما راح يسوي غير صحيح ما تقوله غير صحيح لانو الله ما عنده معمل صناعة الأدوية عشان يعطينا حباية استاذ محمد هو هي تشيل يعني منطقيا الموضوع يعني المنطقيا انت انت اذا تريد منطقيا منين راح يجيب الحبايات اذا هو ما عنده مصنع وما عمل صناعة الأدوية للا هو يعرف الفارما السحرية هو عنده يعني علم مطلق ويعرف الفارما السحرية منين راح يجيب المواد تبعها هذه كل الحبايات كلها مواد كيماوية ومنين انا واصلا ما بيعرف هذه الشغلة يجيبها لان هو يخلطها ومنين جيت انت يا استاذ محمد من وين جيت انت تحبين احكي لك القصة انا كيف جيت اي والله قولي طيب انا طبعا في يوم من الايام قبل عشرات السنين ايام طويلة جدا لا تقول لامي وابويا لا لا مو ام وابويا اسمعي هذه القصة ابويا طبعا كان جاي من الشغل واشترك يلو بقلاوة تعرفين شنو البقلاوة ها فاشترك يلو بقلاوة رجع للبيت شاكل لا تتكلمني على ابوكم لحظة 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 بابا بشرح قولي البشرية بشرية موجد يا استاذ الكريم اشرح لك والله يا مصقر فابويا طبعا اشترك يلو البقلاوة شاف الوالدة يعني شعل الشموع وكذا ولابس الملابس الجميلة وجلسوها كذا فاول ابويا ما شاف الوالدة وكذا قال يا دوب راح عمل دوش سريع وكذا والوالدة محضر نفسه وراحوا لجوه وبعد طبعا اكل نص كيلو البقلاوة قبل هذه العملية وبعدين طلعا دخل الجوة وبعدين خلصوا الامور اللي كانوا يعملوها وبعدين طلعوا اكل نص كيلو البقلاوة الثانية بعدها بتسع شهور على طول انا جيت انا اتوقع انه مو بقلاوة انت غلطان اكيد ابوك ماكل ثوم او بصل يعني واحدة منهم لا احنا العراقين بناكل بقلاوة قبل اي السؤال طيب انت ما جاوبتني جاوبتك انا كيف جيت سوقي يلا اقنعني انت من وجهة البشرية ما قلك من نص كيلو بقلاوة انا قاعدة الحين انا الحين قاعدة يعني انا قاعدة شوف اسمالي دقيقة انا قاعدة يشوف هو من وينك مثلا انت ربما يكون ابوكي ماكل ما ادري ماكل ثوم ولا بصل ما ادري شو حامل ولكن انا ابويا عن نفسي ابويا اكل نص كيلو بقلاوة قبل ما انا اجي يا سلامي البقلاوة شوفها طالعة من بؤك دقيقة مت من بؤي مت من بؤي ابويا اللي اكلها قبل سلوات طويلة يا سلامي اللي ابويا بقلاوة يا بقلاوة لا تأفيد يا سلامي ما شاء الله صاني كنق طعسل الدقيقة ما هو عشان يكي الناس حتى يعني تأثير هذه البقلاوة حتى انعكست على شخصيتي يا مصقغ مصقغ حغاشششش اسألي استاذ محمد شوية سؤال عمر قولي لا شنو غاية الإنسان في هاي الحياة والله انت سألت يلا جاوب علي يا أستاذ محمد والله الغايات متعددة مثلا أنا أبويا كان غايته أنه يأكل البقلاء أنا عن نفسي عندي اهتمامات أخرى شفت كيف تغرب من إجاباتنا شفت كيف أنت ما عندك دليل على خلق الكون كله ما عندك خبر فيه طيب انت كشخصا أنا عندي عندي إيمان في الله طيب انت ما عندك إيمان طيب انت ما عندك إيمان تخيل إنسان يومني بالإنفجار ليش بدك ليش تريدين أنا أفضل منك على أقل أؤمن لحظة يا أم صقر لكن إنت تؤمن فيه أم صقر أنا ما بقول أنه ما في الله أصبب الله أم صقر الله يقول أنت مكرم تقولني أنا ساسي فار إيش الكلام لا؟ أنا ما بقول هذا يا عمي أنا ما بقول هذا لا لا إنت بتقول لا أنا ما أقول إفهم يزم صقر إنت بتقولها غير مباشرة إنت بتقولها غير مباشرة أنا أخسر مني إليك علاقة بالمباشر تبعي ما ليش علاقة بالمباشر أنا أؤمن بأن الله أوجدني مثل من أنت إن تفجار وجود يا أخي إيش العقلي اللي فيكم إنت والله صدق أنا مثلك الله أوجدني وين المشكلة إنت أيامنك النفس أياماني بس أنا مؤمنا في الله وأنت مؤمن في الثراثير والفيران أنا ما بؤمن بالصراصير أنا ما بحب بالصراصير أصلا والسبحانه وتعالى اللي بيحب الصراصير اللي خلقهم أنا لو ب我们 ايدي ما بما ما بخلق الصراصير ألا يقول اللي بيحب الصراصير هو اللي خلق في الارض خليفة تخيل انت خليفة الله في الارض يكرمك يعني تخيل انت احسن المخلوقات في الارض كيف انت في لحظة في يوم وليلة تنكر اللي اوجدك على هذه الارض ما يعتبر انه انكر ما انكر والله انك كذاب انت يا برج الاقرب ما عيب عليك تقولين هذا الكلام عيب ما ينفع تقولين كذاب انا قد ابوك ويمكن قد جدك اصلا بعدين انت تقولي الله جعل في الارض خليفة غصدك ابوها لمية خليفة يعني مصقر انت انت يعني غلطانة بيني وبين قلبوش قلبوش ما بيؤمن بالله عرفت كيف انا ما عنديش مشكلة لا مع الله ولا مع الصلاصير اللي خلقها انا قلبوش على فكرة انت نفس قلبوش انا اعرف لكن انت تظاهر انه انا مسلم وبنفس الوقت قاعد تشغل اقلبوش ما فيظاهر انه مسلم قلبوش اصلا هو كافر يعني لا انت اصلا ما ادري عنك وعن دينك لكن انا اللي بقولها انت قاعدت تشغل الناس في عقولهم يعني ثم يعني انا انا مسلم اي اي اك انا اؤمم بالله اي 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 اما اؤمن بالانفجار اي اي ام اي اي بعدين تروح تدخل في امور تخص الله عز وجل تتكلم بكلام الله الآن مثلاً خليني أسألك يا أم صاجة، خليني أسألك، خليني أسألك، خليني أسألك، خليني أسألك، خليني أسألك، الآن الله هو اللي خلق الصراصير ولا لا؟ يا ليه أنت خلق يكسر سوء، أسفر الله شبقاً بشدونا بالتكبسات معقولي يعني خمسمائة ستمائة واحد ما في مئة ألف تكنيسي شدوا لشوف التكبسات أحطان بحقوقها بجد ليش ليش يعني هل الإنسان أفضل ولا الصرصور يا أم صاجر أم صاجر أنت إذا ما يعجبك الصراصير ترى على فكرة الصراصير هو خلق الله يعني أنت عادي جداً ممكن تجيبين الصرصور وتحطيه عندك في الدولاب في البيت عادي لأنه كمان من خلق الله، بس السؤال اللي يطرح نفسه يا أم صاجر الله يرضى عليك هل الله سبحانه وتعالى يعرف لغة الصراصير ولا لا؟ شايك أنت تروح تتعلم لغة الحيوانات أحسن لك ليش هو أنا سليمان؟ لا لا لأنه من اليوم أنت قاعد هل الله يعرف لغتي الصراصير؟ يعني أنت تستهبل صح؟ لا أنا السليمان كان يعرف لغة النمل والصراصير والقنافس والقرار يتكلمون مع بعضهم ما يتكلمون ولكن أنا عن نفسي ما بعرف أنا أنا اللي بعرفه يا مصقر أنه الله سبحانه وتعالى يعني يا أم يعرف لغة الصراصير فبيتكلم بلغة الصرصور اللي هو هذا صفير الصرصور في الأدغال أو ما بيعرف لغة الصرصور فشو رأيك؟ والله أنت في نظرك الله ما يعرف شيء فليش أجاد؟ لا أعوذ بالله أنا أقول الله يعرف كل شيء لا 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 ما يعرف أنا أقول الله حتى يعرف لغة الصرصير يا الله والله أنك ما تكلم والله العظيم أن الإنسان تلك والدور في محلك مرة يعرف مرة ثانية ما تسمع أنت قاعد عند لغات لغات يعني معناتها أنت مو عرف كمية كمية العلم اللي عند الله عز وجل أو كمية الخلق هذا اللي إحنا فيه قاعد لعند صرصور ولغة صرصور لعني بحيك يا ربي لا هو الله سبحانه وتعالى لما بيخلق الحيوانات أكيد لازم عشان يعرف شو بيقولوا مع بعض مش هذول الحيوانات كلهم بيسبحوا الله سبحانه وتعالى إذا بيسبحون الله بيسبحون باللغة العربية واللغة الإنسانية ولا بيسبحوا بلغتهم أنا بس عندي كنمة بقولها نحظة بس بالله عليك يوم صيقة بيسبحوا بلغتهم ولا بلغة الإنسان لحظة دقيقة بطلع الحين برا قدامي بر يعني جو يعني فيه حمير وفيه حيوانات بروح أسألهم وارجع لك خلاص وكيف تعرفين لغتهم؟ تستهبل صح؟ لا والله أنت بتستهبلين أنت اللي بتقولي راح تروح انت سألين حمير كيف الواحد يقدر يسأل حمار وهو ما يعرف لا بس أنت حمار يعني يمكن يرد عليه يجاوبني كيف يسبح في الله يعني تستهبل أنت؟ لا والله ما أنا عن نفسي ما بستهبل أنا عن نفسي بشك أن الحمير ما بتعرف تتكلم هل أنت تفقه تسبيحهم؟ والله أنا عن نفسي ما بعرف أنه حدا يسبح غيري خلاص فالله وش قال في القرآن لكن لا تفقهون تسبيحهم لكن هل هو بيفقه تسبيحهم؟ انت إنسان انت إنسان الله ما حكيت فقاه اللي تسمعهم لحظة الله بيفقه تسبيحهم؟ كيف؟ هل الله بيفقه تسبيحهم؟ أكيد يعني الله يوم ما كتب في لوح المحفوظ هل كتب أن هذول الحيوانات شو بيقولوا؟ لا والله كتب بس إيش بتقول أنت بس؟ بحس بحسك أنت كثير مشائلة مني يا مستقر ما أدري ليش أنا بس أحب أقول في الماء وأنا ما رح أجلس أكثر من كذا لكن أنا حبيت بس أقول للمسلمين عموماً أخلوكم متمسكين في دينكم لأنه لأنه دينكم أفضل لأنه دينكم أفضل من الانفجار أفضل من الانفجار أنكم تؤمنوا بالله أحسن من تؤمنوا بحاجة يعني ما تعرف أصلاً أنت من وين جاي فأنا يعني أستأذن تدريين مش مشكلتكم صغر؟ أنا أشوفها صراحة يعني كواحد من ناس لهجتك ومن ابن جلدك يعني مشكلتك إنك دخلت عند الأستاذ محمد صالح عند قلبوش عند الناس الكرام هذولي وعقلك استوعب هذا الكلام وفهمه لكن نفسيتك ما قدرت تتقبل فجيتي أنت مرة زعلانة على الموضوع فتكصبيتي غضبك على الناس الكرام هذولي قال لي يتكلمون الحق يتكلمون الواقع يتكلمون الشيء الصحيح أنت أستاذة عزيزة أنت زعلانة من الواقع اللي أنت فيه وأنا صدقيني أنا زيك زعلان زعلانة تربينا على الفكرة هذه وأنه أنا يعني اقتصبوا عقولنا وحنا صغار وعلمونا أشياء ما هي صحيحة وخلونا نتكلم عن عقلب الأمور هذه أنت زعلانة يا أستاذة وأنا زعلان زيك صدقيني لكن أرجوك لا تصبين غضبك على الناس الرائعين هذولي أنا زعلانة من نفسي ومن الحمد لله قيمتي الذاتية ومن مكانتي ومن مجتمعي ومن بلادي ومن أرضي ومن كل شيء أنا بالعكس أنا فخورة جدا لأني أكون من هذا المكان والمنبع والأرض والمكان اللي أنا فيها والله الحمد والمنة لكن أنا يعني اللي يحزني لما يكون واحد عايش في رغد هذا المكان في لحظة يعني جميلة في حياته مع أب وأم قد يكون قسوا عليه بعض الشيء لكن تتكلم على أرضك أو تتكلم على دينك في هذه الطريقة أو أنك تجيبها بطريقة يعني يعني طيب أوكي أبوك وأمك ضربوك أوكي ممكن يكون هذا الشيء خص أمك وأبوك ما يخص ديني اسمي 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 عندي لك راية اسمي أنا فهمت عليك اسمي اسمي عندي لك راية أنا أحب الناس اللي بمجتمعي أحبك أنت بعد كإنسانة كإنسانة زي كامل